بهجوم واحد عمقت إسرائيل إبادة وضمنت استمرار التجويع بعد ساعات من استهداف موكب للمطبخ المركزي العالمي أعلن المطبخ أنه رح يعلق عملياته بغزة منظمة أنيرا تاني أكبر منظمة بعد الانرواجوات غزة ومنظمة بروجيكت هوب علقوا تنينتهم عملياتهم كمان سفن كانوا بالبحر واصلين على غزة محملين بـ 240 تون من المساعدات غيروا وجهتهم والإمارات اللي كانت مستثمرة بالرصيف البحري المسؤول عن إدخال المساعدات بالبحر سحبت استثماراته دعا الجيش الإسرائيلي أنه الضربة كانت بالغلط وغير متعمدة مصدر عسكري إسرائيلي قال أنه الضربة كانت أصدا تستهدف عنصر لحماس كان مع الوفد وتبين بعدين أنه ما كان مع الوفد بالحالتين الجيش عم يكذب الهجوم كان متعمد ومش بالغلط وبالحقيقة هن 3 ضربات مش ضربة واحدة السيارات كان بيفصل بينتهم 500 متر تقريبا عم بيسوقوا بمنطقة مفروض إنها آمنة بيإذن من جيش الاحتلال نفسه ولوغو WCK واضح من الجو بأول لحظة المسايرة بتضرب واحدة من السيارات لثلاثة تاني السيارتين بيحاولوا ينقلوا اللي بقيوا عايشين من أول ضربة بلحظة تانية المسايرة بتضرب تاني سيارة وبلحظة تالتة المسايرة بتضرب تالت سيارة المسايرة قتلت سبع أشخاص سيف أبو طاها فلسطيني وست أجاني زومي فرانكم دامين سوبول جايكوب فليكنجر جون شابمن جيمز هندرسون وجيمز كيربي بس المنظمة المستهدفة مش حيالة منظمة المفروض إنها صديقة لإسرائيل أمريكا هي اللي اختارت المطبخ المركزي العالمي وعطته غطأ وكان التعويل إنه المطبخ يستبدل دور الإنرواع على الأرض بتوزيع المساعدات المطبخ المركزي العالمي هو اللي عمر رصيف البحر المؤكد على شط غزة وهو اللي قبل ما يشتغل مع الناس بغزة كان عم يشتغل مع الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر وهو اللي أسسه المليونير الإسباني الشاف خسي أندريس متصالح مع العدوان الإسرائيلي على غزة وبرضه إسرائيل مكن عندها مشكلة تستهدي في حدا متصالح مع سياساته بس كرميل تعمي الإبادة بعد أكتر